الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توجهات سراجية للحياة الزوجية مع الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة قال رحمه الله تعالى ومن رحمته بالصبيان وحبه لإدخال السرور عليهم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول ما يدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في المجلس من الصبيان كما روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بباكورة الثمرة أي أولها وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان رواه ابن السني عن أبي هريرة وقال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح ومن رحمته صلى الله عليه وسلم دمع عينيه صلى الله عليه وسلم لفراق ولده إبراهيم رضي الله عنه فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه أي في حالة الاحتضار فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان أي تدمعان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يبن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه البخاري وروا بعضه مسلم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين